قال أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم بتاريخ 22-6-2022 نشر المكتب الوطني للأحصاء بالسويد أحصاء جديد بتعلق به نسبة البطالة بالسويد والخبر الأبرز كان أنه زيادة الأشخاص العاملين أو زيادة نسبة العاملين بين المهاجرين أو الأشخاص المولدين خارج السويد وبحسب الأحصاء بلغ عدد الأشخاص اللي عم يشتغلوا أو هني عندهم مضائف بالسويد حتى شهر أيار مايو الماضي 5 مليون 175 ألف طبعا بزيادة قدرها 124 ألف مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2021 أما بالنسبة للأشخاص المهاجرين فزاعد عدد الأشخاص العاملين بينهم بمعدل 84 ألف شخص ليوصل عدد الأشخاص المهاجرين أو الأجانب المولدين خارج السويد العاملين حاليا إلى 1.159 ألف طبعا حتى زادت ساعات العمل زادت بنسبة 3.5% وأيضا انخفض عدد الأشخاص العاطينين عامل بمعدل 64 ألف ووصل إلى 482 ألف وبالتالي انخفضت البطالة بنسبة 1.3% لتوصل حتى 7.7% من الأشخاص العاملين بالسويد بين عمر 16 حتى سن التقاعد من جهتها عبرت مقدارينا أندرشون رئيسة الوزراء السويدية عن سعادتها بهاي الأحصائيات وشاركت هاي الأحصائية على صفحتها الشخصية على الفيسبوك وقالت أنه هذا الشيء من الجيد للسويد وأيضا جيد لكسر العزلة بين المهاجرين وأيضا قالت أنه السياسي تعمل فرق كبير وأنه من المهم أنه الأشخاص أو المزيد من الأشخاص يحصلوا على عمل على الأقل حاليا كونه في أمامنا ظروف اقتصادية ممكن تكون صعبة بالسويد طبعا هذا الشيء كمان بيدل على أهمية المهاجرين بالنسبة للسويد وتحصين الاقتصاد السويدي أنا إن شاء الله رحط لكم رابط هاي الأحصائات لأنه فيها كتير من التفاصيل رحط لكم إيها بأسفل هذا الفيديو وإيك بنوصل للختام شكرا المتابعة والسلام عليكم